أهم مطشط النهاردة في مختلف البطولات نبتدي بالبطولات المحلية الأول اللي عندنا هنا في مصر بطولة كاسر ربطة النهاردة كان فيه 3 مباراة أو فيه 3 مباراة منهم مباراة لعبة كانت مباراة مصيرة ما بين فيوتشر وبيراميز فيوتشر قدر أن هو يعود في المباراة بعد ما كان متأخر بهدف من ضرب الجزاء قدر أن هو يفوز بنتيجة 2-1 على بيراميز ودي أول مباراة ما بين الفرقيتين في تاريخهم المباراة التانية تنطلق في هذه اللحظات ومباراة مصر مقاسة مع أسترن كامباني وأيضا مباراة في نفس التوقيت ما بين الاتحاد السكندري والمصري مباراة كالياسيكية هتكون حلوة أوي بكل تأكيد ده فيما تعلق بمباراة كاسر ربطة بطولة الأمم الأفريقية في أربع مواجهات النهاردة أول مواجهة اتلعبت وخلصت خلاص ما بين جامبيا ومالي انتهت بالتعادل الإجابي 1-1 عشان كل منتخب فيهم يصل لنقطة رقم 4 وبالتالي يضمنوا التأهل لدور 16 من البطولة المباراة اللي هتنطلق في هذه اللحظات أيضا أو بالتحديد في تمام الساعة السادسة مساء وهي مباراة ساحل عاج وسيريليون سيريليون اتعدت مع الجزائر بدون أهداف فبالتالي عندها نقطة ساحل عاج كسبة جنيا للسوية عندها 3 نقاط هتبقى مباراة مهمة المباراة كمان اللي هتكون أهمة بكتير وهي مباراة تونس ومريتانيا في نفس التوقيت الساعة 6 تونس اللي عبت مباراة منقوصة بسبب الحكم هتكون عندها دوافع كبيرة جدا وتركيز شديد نحو الانتصار على مريتانيا وتحقيق أول 3 نقاط نتمنى لهم يا رب كل التوفيق ومباراة هتكون أيضا مهمة الساعة 9 بالليل ما بين الجزائر وغنيا بساو أو عفوا غنيا الاستوائية الجزائر عندها نقطة بعد التعادل مع سيريليون فبالتالي مهمة بالنسبة لهم أن هم يكسبوا غنيا الاستوائية في مباراة اليوم ده فيما يتعلق ببطولة العلم الأفريقية أما دوري انجليزي فالنهاردة في مطشين كان مفترض أن هم يكونوا 3 المباراة الثالثة التي تأجلت ما بين توتنم هوتسبر وأرسنل كان مفروض أنها تتلعب نهاردة 6 ونص تأجلت بسبب تفاشي فيروس كورونا في صفوف أرسنل الإنجليزي لكن في مطشين ابتدوا الساعة 4 وهم مباراة ويستام يونيتد مع ليتزي يونيتد ويستام متأخر على أرضه بنتيجة 2-1 وليوربول متقدم في الأنفلد على برينتفورد بهدف مقابل لشيء أحرازه فابينه من أسيست لي ترينت ألكساندر أرنولد الزهير الأيمن المميز جدا كاس السوبر أسباني النهاردة أتليتك بلباو مع ريال مدريد مباراة 8.5 أكيد ستكون قوية جدا دي أهم وأبرز المباريات في مختلف البطولات حول العالم بعد الفصل تفاصيل كتير وكلام مفصل عن منتخبنا الوطني وأداءه بالأمس وتعاليق على بعض التصرحات وأمور كتير جدا مهمة بتهم كل الجماهير الكرة المصرية بعد الفصل السامن س surroundings السيخص الأحمق تفاصيل أن أينbs خليديار ukt